اشتركوا في القناة وانجازات في المشاركات القرية والدولية وطلع سموه على خطة اللجنة للعام الجديد والتي تتضمن مشاركات المنتخبات الوطنية وكذلك الترتيبات والاجراءات التي ستقوم بها اللجنة لاستضافة وتنظيم دورة الالعاب البرالنبية الاسيوية للشباب في الفترة من الاول وحتى العاشر من ديسمبر 2021 متمنيا سموه التوفيق والنجاح للجنة في اداء هذه المهمة من جهته اشهد رئيس اللجنة البرالنبية البحرينية سعدت الشيخ محمد بن دعيج الخليفة بالدور البارز لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في دعمه المتواصل للرياضة لسيما رياضة ذوي العزيمة من خلال البرامج والمبادرات التي يطلقها سموه لاحتضان ودعم هذه الفئة المميزة لتكون قادرة على المشاركة الحقيقية في البناء والتطوير وبخاصة في المجال الرياضي مؤكدا أن لجنة البرالنبية البحرينية تسعى للوصول بهذه الرياضة إلى مستويات متقدمة بما يعزز مكانة البحرين في الحركة البرالنبية على خارطة الرياضة العالمية